نشر المركز الأعلامي لمجلس الوزراء تقريرا حول جهود الدولة من أجل توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية والسياسات الفعالة التي تتبنها لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار في ظل الأزمات الحالية التي تعصف بالأسواق العالمية وأظهر التقرير نسبة الاكتفاء الزتي للسلع الاستراتيجية في عام 2021 حيث بلغت نسبة الاكتفاء من القمح إلى 65% كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد في إبريل وزيوت بنسبة اكتفاء 30% كمخزون آمن لمدة 5 أشهر وأيضا الأرز بنسبة اكتفاء 100% تغطي لمدة 6 أشهر ونصف وأوضحت تقرير أيضا جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالميا حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر